لا يذكر السرطان إلا ويذكر معه العلاج الكيميائي فما هو تحديدا؟ العلاج الكيميائي هو العلاج بالعقاقير والأدوية للقضاء على الخلايا السرطانية ويوجد أكثر من عشرين نوعا قيد الاستخدام حاليا تنمو الخلايا الطبيعية بطريقة منتظمة ولكن عندما يحدث السرطان تبدأ خلاياه بالنمو والانقسام لتكوين خلايا جديدة دون تحكم وهنا يبرج دور العلاج الكيميائي الذي يقوم بتدمير هذه الخلايا السرطانية ومن مميزاته أنه يتوزع من خلال الدم إلى جميع أنحاء الجسم ما يعطي فرصة أكبر للقضاء على الخلايا السرطانية التي قد تكون انتقلت من الورم الأساسي إلى عضو آخر في الجسم ومن الصعب تحديد ما سيشعر به المريض أثناء العلاج والمشاكل الصحية التي قد تطرأ عليه إلا أن هناك آثارا جانبية قد يعاني منها المصاب بالسرطان أثناء تلقيه العلاج أبرزها الإرهاق الذي قد يستمر عدة أيام وحتى أسابيع فضلا عن الغثيان والتقيؤ أثناء العلاج في بعض الحالات ناهيك عن تساقط الشعر في كامل الجسم أحيانا بعد عدد من الجلسات لكنه يكون أكثر وضوحا في منطقة الرأس وعادة ما يبدأ الشعر بالنمو من جديد بعد انتهاء فترة العلاج أو حتى قبل ذلك كما يتسبب العلاج الكيميائي بفقر الدم ويجعل المريض أكثر عرضة للعدوى لذلك ينصح المريض بتجنب الاختلاط بالأشخاص المصابين بالزكام أو الأمراض المعدية الأخرى وبعد انتهاء العلاج تقوم الخلايا السليمة بإصلاح نفسها تلقائيا وتختفي الآثار الجانبية بانتهائه وتعتمد مدة تلقي المريض للعلاج على عدد من العوامل أهمها نوع السرطان الذي يعاني منه ونوع الدواء أو الأدوية المستخدمة للعلاج وقد تتراوح مدة العلاج من ثلاثة أشهر إلى سنتين وتستغرق الجلسة الواحدة من عدة دقائق إلى أربع ساعات وأحيانا لأيام ويعتبر العلاج الكيميائي اليوم هو أهم الوسائل لعلاج الأورام وقد يستخدم بمفرده أو بالاشتراك مع أنواع علاجية أخرى كالجراحة الأولية أو العلاج بالأشعة ويتم اختيار أنواع العلاج وفق الحالة ويعتبر شافيا في حالات عديدة